موسيقى موسيقى أنا المدير العام لهذا المطعم منذ سنة ونصف والذي افتتح منذ عام 2006 بدأت حكاية هذا المطعم عندما أتى صاحبه إلى تركيا حيث كان يعيش في لوندرا وكان مرما بالطعام التايلندي فبحث عن مطعم يقدم هذا النوع من الطعام فلم يجد طلبه ثم فكر بافتتاح مطعم للأكل التايلندي ونجح في ذلك معظم الوفيدين إلى مطعمنا هم من السياح الأجانب فتتراوح نسبتهم ما يشكل 80% أما بالنسبة للعشرين في المئة الباقين فهم من الأتراك ترجمة نانسي قنقر هذا الطعام مثلا عبارة عن قطع من اللحم البقري نقوم بشويها بالفرن جيدا ثم نضع عليها خلطة تكوان من جوز الهند ومسحوق الفستق مع صلصة كورية حارة نوعا ما وإلى جانب ذلك نضع طبقة من الصلاطة الموسمية وعليها نضع بعضا من الكافيار والكريديس واللفرك وأيضا حبات الفاصولية أما بالنسبة للنوع الثاني فهو النوع الكلاسيكي الديرجي في تايلاند والذي يتكون من الدجاج البلدي المشوي مع صلطة جوز الهند اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد عودة للستوديو أحلى الأوقات وزي ما قلنا ما زلنا في بلاط صاحبة الجلالة وإن كنا نتحدث عن الصحافة فأعتقد عندما يحتل شخص بقلمه مكان في عقل الجمهور والقراء ويستطيع أن يصل إليه فهو حق النجاح كبير جدا وقادر على تغيير كتير جدا من الأفكار ضفنا دلوقتي حنقش معه الجسر اللي بنا بنحاول يمدي من خلال ترتات تركية من خلال قنوات تانية كتير اقتصادية وسياسية الجسر العربي التركي ضفنا العزيزة ومدير تحرير جريدة الصباح وهو كاتب لعدد من الكتب ساين ماتين سافر بي فاندي هوش جالد هوش بولك أهلا وسلام ماتين بي التاريخ والثقافة والفكر العربي التركي فيه مشترك كبير جدا هل تعتقد أن هذا التاريخ والإرث الثقافي يستطيع الآن وبعد فترة انقطاع أن يصنع جسر كبير وقوي بين تركيا والعالم العربي سواء كان تواصل فكري ثقافي نعم في المنطقة تركية طبعا موقعها مهم جدا والوضاع التي نراها الآن في الشرق الأوسط هي مهمة أيضا وشرق الأوسط هي مهمة جدا بالنسبة لتركيا وبنسبة للعالم أيضا وبالنسبة لتوازن القوى أيضا إذن شرق الأوسط هي طبعا ملفة انتباه جميع القوى القوى العالمية وأيضا كما تعرفون هناك ربط علاقة ربط بين الشرق الأوسط وبين الدولة العثمانية من الماضي ولذلك فتركيا تهتم بهذه المنطقة بشكل جيد وأصبح كما تعرفون تركيا أصبحت كمثال لهذه الدول ويريدون أن يمارسوا نفس التجربة التركية نحو الديمقراطية إذن كما تشاهدون في الآوينة الأخيرة عندما حصل حزب العدالة والتنمية وطبعا على الدولة وحصلت على مرتبة عالية من الأصوات أصبح هناك تقارب كبير بيننا وبين الدول العربية وقمنا بقطع مسافات طويلة جدا بيننا وبين الدول العربية إذن كان في الماضي هناك بعض نقطة الفراغ بيننا وبين طبعا دول الجوار وكان هناك سياسة خاطئة بيننا وبينهم ولكن الربيع العربي مع سوريا أصبحت هذه السياسة تختفي وكانت هناك بعض المشاكل التي تحدث هذا بالنسبة لدور تركيا أيضا في الشرق الأوسط قد يكون هناك بعض الحوارات حول دور تركيا في تحقيق الديموقراطية في الشرق الأوسط وأيضا إن تركيا يجب عليها أن تنتبه لكل تحركاتها ويجب أن تكون مثالا وقدوة لهذه الدول وأيضا حتى اليوم كانت هناك العديد من المشاكل ولكن الآن أصبحت قليلة نوعا ما يمكن من أكثر الأشياء التي تميز هذه المرحلة أن هناك رهبة من الطرفين لحدوث تقارب قوي وإنهاء فترة من عدم التواصل لم تكن في صالح الطرفين إن جاز أن نطلق عليها وخصوصا الطرف العربي طيب إذا حضرتك قلت إن كتير جدا من الدول العربية الآن التي تعيش في مهد النطاق الربيع العربي تنظر إلى التجربة التركية بشغف وتريد أن تكرر التجربة التركية وتقيمها على أرض دولها هل تصلح التجربة التركية لهذه الدول العربية من وجهة نظرك دون تعديلات أم أنها تحتاج لتعديل حتى تطبق هناك يعني مدى صلاحية التجربة التركية في الوطن العربي طبعا أن تقوم بنقل شيء بكافة مواضعه لا يصلح ذلك لأن لكل منطقة لها تاريخها ولها جغرافيتها ولها ميزاتها لذلك فنحن لماذا نقول أن تركيا قد تكون مثالا أو قدوة بالنسبة لهذه الدول لأن تركيا كانت مكانة لدولة العثمانية وكانت هذه المنطقة حتى لو أنها تأخرت نوعا ما لكنها أصبحت ناجحة في تحقيق الجمهورية وفي تحقيق الديمقراطية وأيضا استطاعت أن تواكب العصر وأيضا تستطيع أن تنفذ الديمقراطية كما موجودة في الغرب وقطعت مسافة طويلة جدا في هذا وأصبحت تأخذ المفهوم الغربي أيضا حتى لو أن لها ذراع في الشرق إلا أنها تحافظ على طابعها الغربي أيضا إذن كل هذه المواضيع في الشرق الأوسط لا يوجد مثل هذا الشيء نحن نتحدث عن الفرق في الشرق الأوسط حتى يومنا الحالي كان لدينا عنصرين القومية العربية وأيضا الدين الإسلامي في تركيا هي دولة علمانية وهي دولة تحافظ على أسس ديمقراطية إذن وهذه يمكن أن نطبقها في الدول العربية قد لا نستطيع أن نطبقها وقد يكون خاطئا أن أقول ذلك ولكن في الوطن العربي أن تأخذ تركيا كقدوة لها بالنسبة لمواكبة العصر وبالنسبة للاتجاه نحو الديمقراطية قد يكون هذا شيء إيجابي أيضا بالنسبة وتستطيع تركيا أن تصبح قدوة من نسبة لهم الربيع العربي أيضا هم يأتون ويتداولون ويلمسون هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن إذن هي عبارة طبعا كل هذه الأشياء التي حدثت كحزب البعث العربي الاشتراكي التي قامت على أسس القومية العربية وأسس طبعا ديكتاتورية هذا قد انتهت تماما هذه الفكرة قد انتهت تماما في الوطن العربي وقد تم القضاء عليها إذن ونستطيع أن نشاهد ذلك في تونس أيضا بدأت في تونس وكل الشباب كانوا يطلبون ذلك وبعد ذلك جاءت في مصر وتتابعتها ليبيا وبعد ذلك تتابعتها سوريا وإذن الربيع العربي أين سيذهب وأين سيكون طبعا ميناؤها الأخير وما هو الدور الأساسي في الربيع العربي مثلا الآن هناك إشارة استفهام في رأسي لا أستطيع أن أفهم حتى الآن وأنا طبعا أفكر أن هذه الحركات هي حركات شعبية ولكن إلى أين ستتجه وهؤلاء الناس الذين عيشون في الشرق الأوسط هل سيحققون الديمقراطية وستنتشر الديمقراطية في الوطن العربي أم لا كل هذه سنشاهدها في المستقبل أعتقد الموضوع يتوقف على إصرار الشعب على نيل مطالبه بشكل الذي يرغب فيه إن كانت ثورات قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فعليها ألا تنتهي إلى أن تحقق هذا الهدف يعني يمكن فعلا رؤية تعتبر ضبابية عند الناس كتير جدا علامات استفهام زي ما قال ماتين بي مش عارفين الدنيا رايحة فين لكن من الدنيا اللي رايحة فين ماتين بي هناك صوتين موجودين حاليا ما بين الأفكار الصوت الأول يريد تحقيق المطالب فورية والآن إن لم نحصد الثمرة الآن هناك مشكلة ويعني ربما تجهد الثورات العربية أو الربيع العربي ينتهي إلى صفر والخط الآخر يقول أن علينا أن ننتظر لأن كل ثورة يتبعها فترة تحضيرات وأعادة تأهيل وما إلى ذلك أنت مع أي رأيين ماتين بي شايف أن المطالب لازم تتحقق دلوقتي ونحقق اللي نحن عايزينه ولا موضوع محتاج فترة نقاها بالنسبة للوطن العربي قد تطول أو تقصر بالنسبة للحركات الاجتماعية والشعبية أن تتحقق فورا طبعا هذه عبارة تتبع نيتنا الخالصة لهذا الشيء لأن هناك حركة شعبية إذا كانت هذه الحركة قوية هي دائما تحقق الإيجابيات وإذا كانت ضعيفة أو كانت هناك خلل في التواصل بينهم قد يؤدي طبعا أو يكون مثلا هناك بعض الأيدي الخارجية قد يطول هذا لفترة ما يعني هذا أن الثورة لم تنضج حتى تحقق هذه المطالب إذن ولكن عندما تكون هذه القوة كبيرة جدا إن هذه القوة تستطيع أن تحقق أشياء إيجابية كثيرة على الأرض وبفترة قصيرة إذن وأيضا حتى تستطيع أن تكسر جميع المؤامرات التي تحوز عليها إذن مثلا في مصر أنتهت الثورة وأسقطوا مبارك ولكنهم توقفوا عند نقطة معينة إذن الربيع العربي بدأت لأنها قطعت مسافة طويلة هي مصر التي قطعت مسافة طويلة جدا والآن تم إسقاط مبارك وسجنه ومثلا هناك العديد من وسائل الأعلام التي تحاول أن تزرع بعض الأشياء ولكنها مع ذلك لا تستطيع أن تصل إلى مآربها إذن إذا استطاعوا أن يصل إلى مآربهم وكانت قوة الشعب قوية جدا يستطيعوا أن يحققوا ذلك بسرعة فائقة إذن إذا كان الشعب متفاهما ويفكر إذا كان هناك مثلا فكر يقول هل نفعل ذلك الآن أم ننتظر طويلا ننتظر نوعا ما أو نهدأ لنوعا ما ولكن هذه كلها تتوقف على الشعب وعندما ننظر إلى الحركات الشعبية الحركات الشعبية دائما تريد أن تواكب حقوقها وتواكب العصر وكلها تحب أن تحافظ على النسبة الديمقراطية في الدولة إذن وهناك بعض الناس يقولون نذهب شيئا فشيئا نحو الديمقراطية قد يكون هذه عبارة عن ضغوطات تحصل عليهم إذن الموضوع بشكل أو بآخر يتناسب مع الحالة التي يعيشها المجتمع في حد ذاته ودرجة نمو هذا المجتمع والحركة فيه يعني يمكن تحرك الحياة في تونس مختلف عن تحرك الحياة في مصر مع بعض الثورات العربية متختلف عن ليبيا ويمكن وفق ده فيه عجلة أو فيه طباطق فيه تنفيذ هذه الأشياء وفق المجتمع طيب إحنا حكينا عن تجربة تركيا وهناك درجة تقارب كبيرة جدا بين تركيا والوطن العربي يعني في رأيك ماذا تستطيع تركيا أن تقدم للوطن العربي في هذه المرحلة وما هو المرغوب من الوطن العربي يعني من تركيا علشان تقدر يحصل هذا التواصل والاستفادة المشترك يعني الوطن العربي بالنسبة لتركيا أكيد هو ليه طرف إيجابي كبير جدا فهو سوق مفتوح سياسيا تقارب الوحدة كل هذه الأشياء كتير مؤثرة في الطرفين وبالنسبة للوطن العربي تجربة تركيا كتير مفيدة كيف يحدث هذا التواصل على أفضل درجة ممكنة من وجهة نظر متين به نعم كما تحدثت معكم أن هناك بعض الأسباب التي تتعلق بالديمقراطية بالامبراطورية هناك العثمانية المطلوب من الطرفين متين به المطلوب من العالم العربي علشان بعد السورات من يأتي في العالم العربي من يأتي على الحكم من يأتي صاحب قرار عشان نقترب أكثر من تركيا وإيه المطلوب من تركيا علشان تقترب أكثر من وطن العربي برأيك لنحقق تكامل إنجاز التعبير لن نحتاج للآخر سواء كانت أمريكا أو إسرائيل أو أي شخص يريد أن يتلعب بالأوراق العربية التركية طبعاً هذه الأمنية لن نستطيع أن نحقق مثل هذه الأمنية أو تركيا تتواصل مع الوضع العربي دون أن يكون هناك علاقات خارجية وتدخلات خارجية هذا الصعب ونحن نتحدث عن منطقة إنها شرق الأوسط يعني هي أهم منطقة يحتاج إليها الجميع في هذه المنطقة لأن هناك الطاقة الموجودة هنا الطاقة المتجددة الثاني الدين الإسلامي والطابع الإسلامي يلعب دوره أيضاً وبعد الحادي عشر من أيلول هناك التخوف من الإسلام والمسلمين إذا فكرتم بهذا الشيء إذن هناك جزء من العالم حتى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هناك سياسات تتبع نحو اتجاه الشرق الأوسط إذن كان هناك حركات مثل القاعدة وهناك حركات الراديكالية الإسلامية هناك بعض الأفكار التي تنحز نحو هذا الموضوع إذن في هذه المنطقة هناك العراق هناك مثل انفجار قد يحصل في العراق ويحصل مشكلة كبيرة دائماً وإيران أيضاً إيران أيضاً هناك منطقة حساسة جداً وأيضاً في الشرق الأوسط كسوريا أيضاً بشكل خاص هناك العديد من القوى المتقاربة للحكومة السورية والنظام السوري إذن هناك تصارع وعلى الحصص وعلى هذه الأشياء وطبعاً أن تكون هناك التحول نحو الديمقراطية وتحول نحو الليبرالية والحرية قد يكون هذا هو الفرق قد يكون هذا شيء جيد أن نفكر أن الدول العربية تتوجه نحو الديمقراطية ويكون هناك تماسك بين تركيا والدول العربية ولكن روسيا والصين كلها تفكر بشكل آخر أيضاً أصبح الآن سياسة العالم هناك تناخد كبير بين سياسة العالم وهذه نحن نتحدث عن منطقة حارة جداً وساخنة ودائماً ملفلة انتباه الجميع وطبعاً أن يكون هناك تقارب بين هذه الدول وتقارب وكل الناس لن يتركهم كل هذه الدول لن يتركهم لحالهم لأن هناك تدخلات خارجية ستحصل وسيحاولون انتزاع هذه الوحدة أو انتزاع العلاقات التي ستجري في هذه المنطقة إذن هناك سياسة تتمشاها تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وستحاول حل بعض هذه المشاكل قد يكون هناك ناحية ثقافية وربط ثقافية وهناك علاقة ثقافية وقد تكون تركيا هو الحل الأساسي لهذه المشاكل التي تحدث في المنطقة وقد تكون تركيا تلعب دور الوساطة بين إيران ودول غربية وأيضاً في ليبيا أيضاً قد تستطيع تلعب دوراً أكثر فعالية من الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية لأن الدول العربية أصبحت لا تثقوا بهذه الدول لذلك فتركيا قد تستطيع أن تلعب دوراً مميزاً في هذا إذا كنا نتحدث عن الجهور التاريخية فهي قوية جدا إذا كنا نتحدث عن المستقبل ففي رغبة مشتركة من الطرفين زي ما قلنا ونحن مدركين تماماً لأننا عقلاء أن الأطراف الخارجية لن تترك هذه العلاقات لتستمر وتمتد إلا إذا كنا نحن وعيين وفطنيين اللي نحن عايزينه وده اللي نحن عايزين نوصله بعقله بزكاء نستطيع أن نحصد ما زرعناه وأعتقد ده اللي هنوصله مع ضفنا الكريم مدير تحرير جريدة الصباح الكاتب الكبير صاين متين سافر بيافاندي كل شكراً لوجودك معنا النهاردة نورتنا ويومك سعيد شكراً أنا أشكركم أيضاً شكراً لكم حكايتنا خلصت النهاردة أحلى الأوقات كان معاكم خلال الأوقات اللي فاتت الدقائق اللي فاتت لكن أكيد هنتقابل الحلقة اللي جاية في الستوديو الصغية والوقت القصير والقلب الكبير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة